من بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر فئيساً للجمهورية أنا بتابع دخول هذا الرجل في مناطق وفي ملفات كان الجميع الجميع وأنا لما أقول الجميع أعني ما أقول يبتعد عنها تماماً ولا يقترب منها لأنها مش هقول لكم عش دبابير ولا غيره هي متشاعبة جداً وشفنا ده لما بدأ بقى الرئيس يخش في ملفات الصحة مواجهة التعليم الفايروس سي بدأنا نجد أن هناك رجل وفريق عمل حافظ مصر محتاجة إيه زي بالضبط كده لما تكون عارف مشكلتك إيه بالضبط وإيه دواها بس أنت بتاخد الدوا في معيد معينة نهارده الرئيس عمل اجتماع مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وأنا تابعت زي ما تابعت طبعاً أنا بتابع كل الأخبار وتابعت أيضاً هذا الاجتماع وخدوا بالحضراتكم أن احنا بنتكلم على الجمهورية الجديدة خدوا بالحضراتكم أن أنت بتتكلموا على ملفات مسكوت عنها أحياناً بقى لها ستين سنة خدوا بالكم أن احنا بنتكلم على ترتيبة كده وطبقات من التطور في ملفات أضع على الدولة مئات المليارات في سنواتهم سابقة اجتماع النهاردة الرئيس حضر معه طبعاً أو حضر في هذا الاجتماع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وعايز أفل مع حضراتكم أمام ما تم مناقشتي في هذا الاجتماع مع وزير الأوقاف الرئيس تكلم في عدة أشياء يعني مما متوقع فيها جهود الوزارة وتطوير هيئة الأوقاف وتدريب وتأهيل الأئمة بشكل واضح جداً ابدأ بقى ضرب الناس وآهل الناس والوزارة تألف والترجم ومشاب بتاعها وتقدم الكتب للشباب عن الدين الصحيح بدأ التدخل هنا ابدأ قدم لنا حاجة علشان تشرح الدين وتعمل كده وثقافة الطفل الدينية عايز أقول لكم هذه الكلمة لوحدها احنا محتاجين نقف قدامها كتير جداً نحن لا نستطيع أن نجد لأطفالنا وأبناءنا كتب دينية تثقفهم نسيبنا بقى من انت هتتعذب وانت دماغك هتتشدل لا أنا عايز أثقفه دينياً عايز أعلمه يصلي إزاي من غير ما يكون إن احنا بقى إيه الرسومات إياها بتاعت زمان لازم ننظر إلى القرن الواحد وعشرين بهذه العقلية وأن نقدم هذه الثقافة ليستطيع الأهل إن هم يقدموا دا للطفل والطفل يقدر يقرأ ويقدر نثقفه بشكل مختلف دي حاجات جميلة جداً وملفات جيدة جداً ثم سطرين برضو في قلب الاجتماع كده يتحدث الرئيس على صون مال الوقف أنت صون مال الوقف حضراتكم عارفين إن دي اسمها وزارة الأوقاف أقول لحضراتكم يعني أوقاف حضراتكم عارفين يعني أوقاف الناس اللي سابت وقف لما توفت وقف خيري أو وقف لأهلها أو وقف الغيره واعتمنت الدولة قبل ثورة 52 على أن تدير هذه الأوقاف اعتمنت وزارة الأوقاف على أن تدير هذه الأوقاف نيابة عنها بعد الرحيل ويطلع منها جزء الخير ويطلع منها جزء اللي يصطرف على مصادر معينة وغيره وغيره عايز أقول لحضراتكم مش هخش في التاريخ طويلاً ولكن إحنا أنا شخصياً أنا وزميلي العزيز رئيس تحرير هذا البرنامج أمنا سيد دكتور محمد حبيب وزميلي عبد الناصر الوقتي قاعد في الكنترول إحنا عملنا سلسلة حلقات عن الأوقاف وضياء مال الدولة وضياء مال الناس ما هو لما مال الدولة بتروح برضو ما هو في ناس لها أوقاف وليها حاجات وليها قضايا وعايز أرضية وكده رئيس النهاردة خدوا بالكم من التوجهات لأن الراجل ده لما بيتكلم وبيقول أعمله واحد اتنين ثلاثة أولاً إن إحنا نصونا هذا المال كلمة نصون ده جاية من الدين وجاية من التكلفة التكليف الأساسي من الناس اللي رحلت وصيبها النصونه إن إحنا نكون محافظين عليه ثم أنه نميه ما هو أنت عندك عوائد بقى من الأراضي دي وعندك عوائد من المزارع دي وعندك عوائد من كذا فتقوم بتنمية هذه الأوقاف نيابة عن الراحلين وهو ده كان دور وزارة الأوقاف ما هو أنت هو ده اللي أنت بيفضل يلف في يلف في يلف في كده لغاية النهاردة يتحدثون عن أوقاف في المملكة العربية السعودية بقالها أكتر من ألف سنة وألف ومتين سنة ويتم إدارتها لأنها دي وقف وقف الدين ومال للوقف ده حاجة وحسن إدارة المال حسن إدارة الأوقاف ودي برضو حط تحتها ميت خط وإحنا منك أنا كل ده أنا ماشي تبقى لما قيل النهاردة في البيان الذي صدر مع اتخاذ الإجراءات العاجلة كلمة العاجلة من رئيس الجمهورية حضراتكم عارفين يعني إيه لما عبدالفتاح السيسي يقول عاجلة يعني أنتو هتشوفوا شغل من الأول الإسبوع على طول مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أي تعدين عليها على أموال الوقف والأراضي والحاجات دي كلها وصرعة تحصيل أي متأخرات مالية لصالحه وأن تكون جميع التعاملات جميع التعاملات المستندية للوقف صادرة من مركز الوفائق المؤمنة وأن تتم التعاملات المالية بشأن جميع الأوقاف وفقا للقيمة السوقية العادلة أنا بالنسبة للأربع طوص تردول فتحت الصفحة الأولى في ملف أنا بقول لحضراتكم يلمس الملايين من أبناء هذا الشعب يلمس الملايين من أبناء الشعب المصري وهذا الملف في عشرات بالمئات المليارات من الجنيهات وأن يتحرك الجميع وخدوا بالكم مين بقى الوفائق هتكون صدرة منين من مركز الوفائق المؤمنة احنا في يوم من الأيام عندما بحثنا منذ خمس سنوات هي وفائق الأوقاف فين ده فيه وطاقة سرقت من زمان أنا ما تكلمش بقى على الفترة اللي فاتت ده أنا عايز أقول لكم إن وزير الأوقاف بقى عامل خزن أو خزن عنده عشان يلحق يلم الورق اللي هو بتاع زمان متعرفقين يعارفين الورق اللي بتشوفوا الأفلام ده وإنه من فلان الفلاني والكلام ده كله هو ده الأوقاف دي دي ورق بتديل حجج الأديمة دي كلها الناس بقى اللي تتحيل على القانون واللي تخش واللي تعمل حواديد شافتها مصر نمى النهاردة سطر ايه اللي بالصفحة صفحة جديدة من فوق حقوق الأوقاف حقوق مصر حقوق الوقف المال التحرك السريع عزلة التعديات وتنمية الموارد دي الأوقاف ترجمة نانسي قنقر